رسالة رسولة في حجة الوداء وهو الذي أخبرنا وأنهى إلى علمنا من قبل أن أربى الربى عند الله الاستطالة في عرض المسلم لماذا أقول هذا؟ لأن الأمة الآن أيها الإخوة أغري بعضها ببعض لا يرحم بعضها بعضاً لا يتقي بعضها بعضاً في الله أبداً إلا ما رحم ربي نسأل الله أن يكثيرهم وأن يبارك فيهم ما فيه تقوى أبداً يكفي فقط أن يختلف معك أو تختلف أو لا يختلف فقط لحسد لغيره لحقد لاختلاف حزبي لاختلاف في الرأي في الفقه والعياذ بالله حتى يركب الصعب والذلول غير عابع لا بالله ولا بالسؤال بين يديه ولا بخراج ما قال هل عنده خراج مخرج يعني مما قال لأنه وأكيد سمع خاصة إن كان من أهل العلم يعني كان من طلاب العلم أو من أهل العلم الكبار لحديث رسول الله من قال في أخيه المؤمن كلمة ليست فيه ليشنأه بها حبسه الله يوم القيامة في ردغة الخبال حتى يأتي بخراج ما قال يا رسول الله ما ردغة الخبال قال عصارة أهل النار يحبس فيها أو تأتي بالبرهان على ما قلت أنت قلت إن فلانا هو كذا كذا ما هو البرهان ولا برهانك حدثني قلبي أيها متنبئ الكذوب أيها المتنبئ الكذوب حدثني قلبي ويعلم الله والناس لا يعلمون أنه ربما بالأمس انتهك حرم كبير من حرمات الله أنه اليوم لم يصل الفجر أصلا ويقول حدثني قلبي ما هذا العتاء ما هذا الجنون ما هذا النفاق ما هذه الجراءة على الله لا إله إلا هو هجيب أن نكون جراءة على الله إلى هذا الحد أيها الإخوة شيء مخيف مرعب أقسم بالله العظيم لذلك يخر في أذهان كثير مننا أيها الإخوة أن بعض الناس يعني ما المصدرين بعض الناس وإن لم يصرح بإلحاده لكنه يعيش حياته على نحو ما يعيش ملحد لا يرجو لله لقاءا ولا وقارا ولا يراعيه لا في كبير ولا في صغير ثم هو 24 ساعة لا إله إلا الله لا إله إلا الله يذكر الله على السنة عجيب عجيب سلوكك تصرفاتك تؤكد أنك كالملحد غير المؤمن بلقائه ومواجهته لا إله إلا هو وأنه سائلك عن كل ما عملت عن كل ما أخذت وتركت عن كل من فرجت عنه شفتاك أو خطه قال مكفي يدك كله مسؤول والله واقفهم إنهم مسؤولون كل شيء مكتوب ومستطر عنده لا إله إلا هو ماذا لا تخاف يا فاجر ما في إيمان لأنه ما في إيمان في إسلام ظاهر ما في إيمان حقيقي ثم نسأل لما هذا البلاء يحل بنا لما هذه اللعنات أين رحمة الله منا أين لطف الله بنا نكتب على من نكتب على من ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة هفي وما كان ربك الله عز وجل لا يظلم الناس بذخال بره أخواني حاشا لله حاشا إلا أن يظلمنا ونحن لا نستحق حاشا لله وأغنى الأغنية عن الظلم لا إله إلا هو لا يظلم واحدا لكن هذا بعض ثمار ما زرعنا بعض أعمالنا بعض سوآتنا والعياذ بالله وانحرافاتنا ولا نريد أن نواجه الحقيقة المرة الصعبة يا إخواني بي